بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى الرسول لله المبعوث رحمة مهدام يا سادة احنا خلاص واخدين على عتقنا ان احنا يحنا يا الوعي لازم الوعي يكون موجود واحنا مقبلين على الزواج انا عايز اقول لكم حاجة الجواز مفتاحه الوعي عايز تكون سعيد في الزواج خليك صاحب وعي وعشان كده احنا مشينا في اطار ان احنا نعمل حاجة اسمها التمهير الزواجي ونهتم بالمهارات الزواجية ومن ساعة ما دخلنا في رحلتنا في التمهير الزواجي لقينا ان في مسألة اساسية بيقوم عليها البيت وهي فكرة القيادة خلينا اقول لكم بس ان فكرة القيادة هي شكل من اشكال تطبيق نعم القوامة بس مش هي القيادة بتساوي القوامة لكن القيادة ده احد المهارات اللي بتكون موجودة في البيت ولازم تكون موجودة فكرة القيادة وفكرة مين هيكون قائد البيت واللي كلمته هتمشي وما حدش يعصى اوامره لذلك في بعض الاحيين احنا محتاجين لازم نفسر مفهوم القيادة لان القيادة مش هي ان مين هيؤمر ومين هينها لكن القيادة حاجة تانية خالص القيادة في بعض الاحيين المفهوم اللي احنا فاهمينه يفسد الحياة الزوجية واحنا عايزين نوصل للسعادة الزوجية القيادة المفاهم اللي احنا عايشين دي ان القيادة منصب بياخده الزوج في الشركة اللي اسمها الجواز وده غلط احنا ما عندنا الشركة الجواز عندنا بناء جديد بيشترك في بناءه الزوجين وهو مولود لازم ننعاه احنا الاتنين عشان كده هنحتاج مجهود في رعاية المولود الجديد والعناية بيه فالقيادة دي مهمة الاتنين ايه دا؟ هي القيادة دي مش مهمة الزوج بس ابدا القيادة مهمة الاتنين وعشان كده الصراع اللي بيحصل في اول الجواز على مين القائد ده صراع غير رشيد لان كل واحد على حسب ما بيقدر يعمل وعلى حسب دوره هو بيقود في البيت فالزوج قائد مثلا هنضرب امثلة الحاجات اللي ممكن يكون الزوج قائد فيها في ملف العمل وملف كسب الرزق وملف التطوير التعليمي الزوج ممكن يبقى قائد فيه والزوجة كمان ممكن تكون قائدة في ملف الصحة وخاصة في صحة الاطفال وملف التغذية وملف العلاقات مثلا كده يبقى احنا فهمين مفهوم القيادة ان مفهوم القيادة ده بحسب من يتقن ومن هو ماهر في الأمور دي عشان كده القيادة محتاجة حكمة مش فرض سيطرة ولا استعراض قوة القيادة بعيدة كل البعد عن انها تكون محاولة للإزدال او كسر النفس او كسر النفس مش ممكن ابدا تكون القيادة كده وده احنا اتعلمنا من حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو اسألكم في زوج في هذا الوجود خلقوا الله كل الوجود ده من حق ويكون قائد بمعنى مسيطر اكتر من حضرة النبي بس حضرة النبي علمنا ان القيادة في البيت مش معناها السيطرة لكن القيادة معناها الرعاية ان لو واحد بيعمل حاجة وهو متقنها يبقى الكل يكونوا بيساعدوه بيساعدوه بيدعموه مش تحت اقدرتوه لا بيساعدوه بيدعموه وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة اهله لما اهله بيعملوا الامور المنزلية حضرة النبي بيدعمهم يعني يشوف هم بيعملوا ايه حضرة النبي في البيت ويساعدهم وعشان كده حضرة النبي كان بكل وضوح يرقع ثوبه ويصلح نع له بنفسه صلى الله عليه وسلم وما كانش حد من اهل بيته بيعمل كده طب معنى كده ايه ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة اهله الجمال النبوي ده ممكن نلاقي تجلياته عند بعض العلماء اللي مشهورين في علم النفس زي مثلا عالم من علماء المعروفين في المنتسبين لهارفرد اللي هو دانيان جولمان بيقول مقولة مهمة جدا جدا بيقولها بيقول ان القيادة ليست مسؤولية مسألة سيطرة وتحكم وانما هي فن التأثير في الاخرين للعمل الحسيس على تحقيق هدف مشترك ايه الجمال ده طب و الجمال ده هو اللي حضرة النبي جيب باعلى منه ان كلنا ندعم بعض حتى عشان ننشئ اهدف مشتركة وكمان عشان نعيش بشكل صحيح فهنا فيه بقى هنا تظهر بقى ان القيادة دي مهارة مهارة وصاحب مهارة القيادة هو اللي بيقود بحبه وبسعادة مش بصراع انت مش بحتاج تقاتل عشان تبقى قائد لكن ما احتاج ان انت تعيش في محبة وقام على اللي حوليك وعشان كده فيه دراسة تم نشرها في المركز الوطني المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا الحيوية في امريكا بتقول ايه؟ بتقول ان استطلاعات الرأي في الصحة النفسية وغيرها بتقول ان الزكاء العاطفي اللي فيه طبعا مهارة القيادة اثروا ودوروا على معدلات الرضا الزواجي بيصل الى 40% ومن 60% من انجازات الناس الشخصية والعملية بيدخل فيها الزكاء العاطفي كعامل اساسي يبقى بعض الازواج اللي فاكرين انهم لازم يعيشوا دور المدير في البيت هم بيبسيدوا حياتهم الزوجية اشتركوا في القناة